ازايك وجمهورية ابو اسلمان عاملين ايه وحشتوني جدا النهاردة الفيديو بتاعنا مع حد من جمهورية ابو اسلمان السيد عبد الرحمن انسان محترم جدا جدا ونورني النهاردة واشترى مننا مكنة خياطة وهو اللي طلب مني والله العظيم يعني هو خلاص هياخد المكنة وهيمشي وطلب مني ان هو يعمل معايا فيديو فمش عارف ليه بقى واعز اعمل معايا فيديو حامل يا سيد عبد الرحمن ابو اسلمان حبيبي يا باش نورتنا ياستيز عبر الرحمن المعاملة عجبتك والله بصراحة كنت ماشتري مكنة وانت قلتلي على حاجة احلى هينم هين مانية يا بسيز عبر الرحمن بصراحة المعاملة جميلة وجدا và انا بصراحة مانتخيل ان حد مثلا يبقى في الوعي وبعيد عني يعمل حاجة زي كده يعني لا يا باشد نحنا جمهورية بسلمان كله على راسنا وأنا بصراحة ما قاليش في المكن والكيام ده كله وانا قلتلك جيبلي حاجة على مازاجك والكيام ده كله عجبتك بصراحة انت فيه حاجات او مش فيه حاجات فيه حاجات انا كنت عايزها اشكال وكام ده كله انت قلتلي ايه حاجات دي تزوئ بتزوئ ماكنا بماكنا وكام ده كله قلتلي بصراحة حاجة كويسة جدا ومحترمة يعني ومعاملة جميلة جدا يعني نخليك وسيزعب الرحمن وبعدين انا جايلك على النت بصراحة يعني حدش قل عليك ولا حد وصف لي وكام ده كلنا بكتب كده مكان مثلا عشان اعرف مثلا ايه الماكنا في منزلي او حاجة زي كده تبقى الرنج بتاع كام الامكانيات بتاعيتك كله تمام فبصراحة انت وقعت قدامي كده فاللي عجبنا اكتر انت بتجيب اه اللي بيشتروا من عندك او كده يعني بتعمل معهم التجربة والكلام ده كله ده مبيحصلش يعني في ايه في العموم يعني تمام يا سيزعب الرحمن فبصراحة يعني خدمة ممتازة جدا يعني وشرف لينا ان احنا كسبنا راجل في صفنا يعني ربنا يخليك يا سيد عبر رحمن وان شاء الله ما كنش اول معاملة وان شاء الله كده معانا في جديد كده وجمهرتها بسليمان كده تكبر بثقة الناس فيك وانك بتبتقي الله يعني في معزبينك وكده يعني ربي بارك لك شرف لي والله العظيم يا جماعة سيد عبر رحمن كلامك ده كله على راسي شكر جدا لكلامك ده سيد عبر رحمن بصوا يا جماعة بقى هتعملكم خصمة على حس سيد عبر رحمن كلام اللي قال ده والله العظيم وحيات ابني الوحيد انا ما اتكلمتش معاه في اي حاجة هو قال الرجل احنا كنا عملناش لقاء لي قلت له يا باشا حالا دلوقتي وخليت الولد اللي عامل افل الباب علينا وطلعت الفيديو واكسم بالله ولا اتكلمنا ولا قلنا نقول ايه هو رجل المحترم جدا كلامه تلقائي واللي عيجي بقى يقول انا شفت الفيديو بتاع السيد عبر رحمن ليه خصم غير الخصم بتاع القناة ليه خصم يقول انا قازل خصم بتاع السيد عبر رحمن طبعا انا اتشرفت بيك وكل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك السيد عبر رحمن دي شهادة كبيرة منك والله العظيم انا بقى مبسوط جدا لما حد من الجمهور بتاعي بتكلم عني كده وده مش غرور يا جماعة بس ده تعب يعني انا كده الرجل ده بيتكلم عن تعب هو قال لك انا معرفوش انا بالصدفة هو الرجل تلع قدامي فقال بقى هو دلوقتي قال كلام مهم جدا قال ان انا اخترت له حاجة على مزاجي وعجبته فعلا وشغله هو كمان افتخانات اديته مكنة اشتغل براحته افتخانات وعايز اقول لكم لا يجي ولا انا اتبع السيد عبر رحمن بقى ليه خصم وكل سنة انتو طيبين جمهوريت ابو سلمان ده كان فيديو صغير النهاردة كده على شرف السيد عبر رحمن طبعا اتشرفت بك والله العظيم والله العظيم اكتر يعني من غير مكنة من غير اي حاجة يعني انت شخص تحترم من ذاتك يا رب يخليك يا سيد عبر رحمن خصم طيبين جمهوريت ابو سلمان انا موجودك كم يوم دول يا جماعة في رمضان بعد الفطار ما بنزلش قبل الفطار واللي عايز اي حاجة مني واي طلب يدخل على الوصف بتاع الفيديو ده ياخد رقم الواتس واللي هشوف الفيديو ده انا اللي هغرم يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب يخليك انت بتكسب قلب الناس او بتكسب المعاملة فانت كده انت كسبها مش خاصة يعني والله العظيم انا عندي حب الناس امام الفلوس بس اللي يفهم بقى انا جمهوريت ابو سلماندي وخلي بقى انا كنت جايلك على مكان تقولتلي على سعر انت روحت مدبسني في سعر اكبر خدت حاجة احسب بصراحة لا وهي اساسا كلها ما تغلاش عليك المحل كله لك واستاذ عبر احمد هنا بقى او اتكلم في حاجة مهمة جماعة احنا سواء خدنا حاجة بألفين او بخمسة او بعشرة هو مكسب واحد يعني انا لو طلعني في المكانة مية امتين هي واحدة الفرق بيبقى للزبون بعد كده مش معنى مثلا ان انا باخد حتى في المكان الصناعي رأيت مكانة مثلا مستعملة بثلاثة وخدت بخمسة اكيد امو خمسة انضف بصراحة استاذ عبر احمد وهو حاس الفرق من هنا يعني انا اخب مكان الاقول بسعر يعني هو قال لي اه انا حاسس بفرق فعلا ان هو كده حاس ان هو دفع فلوسه مظبوط اه هو الفكرة ان انا ما كنتش موجود فهو اخد منتج بعد كده وصف لي شغله لطلع تعال باشي عشان تاخد حاجة تستحمل شغلك فبالتالي اللي هيجي المعرض يقول انا عايز ابو اسلمان شخصيا علشان يا جماعة جمهورية ابو اسلمان دي انا بحب بنفس اخدمهم وعلى راسه وعلى عناية استاذ عبر احمد وامتنسوش تاني يا جماعة اللي عايز رقم الواتس بتاع يدخل الوصف بتاع الفيديو كل ساهم طيبين وانتظرونا الفلوك الجاي مع السلامة